اداة في اي دي اي كيو هي اداة مهمة جدا لأي منشئ محتوى ولو حضرتك بتشتغل بالكمبيوتر يبقى لازم تكون اداة في اي دي اي كيو متسبتة على جوجل كوروم الخاص بالقناة لان الاداة دي هتقدر تستفاد منها مزايا معدودة لكن انا هتكلم مع حضرتك النهاردة عن ميزة واحدة والميزة دي خاصة بالترند حضرتك بشكل مستمر بتقولي الترند الخاص بالمحتوية ايه انا دايما بقول لحضرتك ما عرفش يعني الترند حضرتك ممكن تروح تجيبه من جوجل ترند طيب انا جوجل ترند مفهوش اي حاجة المحتوية اجيب منين هقول لحضرتك ادخل شوف القنوات المنافسة طيب انا جايب لحضرتك ميزة في ادات في اي دي اي كيو هتبدأ تقول لحضرتك الناس في القنوات المنافسة بتدخل على ايه في الساعات الاخيرة ازاي؟ هقول لحضرتك ولنفترض ان القنوات المنافسة لقناة المتوحد فكرة هي قناة المتوحد فكرة وحصريات المتوحد واحمد الباز وجوزيف مو ورائكة المتوحد الخمس قنوات الخاصة بيه الخمس قنوات دول هم قنوات منافسة لقناتي عايزة اعرف التريند فيها ايه؟ هروح فاتح المتوحد فكرة من المتوحد فكرة هعمل ريفرش وابدأ اشوف الحاجة دي بص معايا كده هبدأ اشوف هنا في حاجة اسمها التريندينج دي بتظهر في ادات في اي دي اي كيو هي جزء من الادا دي جزء من الادا دي لازم تكون الادا دي موجودة علشان يجي لك التريندينج من غير الادا دي التريندينج مش هتظهر فما تجيش تقول لي ما تظهر عندي هقول لحضرتك لانك مش عامل تثبيت لاداة في اي دي اي كيو لان حضرتك اول ما بتعمل تثبيت بتظهر لحضرتك عادي لو عملنا التريندينج وبدأنا نستنى ونشوف حيبدأ يجيب لي خمس فيديوهات هما الاكتر مشاهدة او ست فيديوهات ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة في اخر ساعة في اخر ساعة في المتوحد فكرة في مشاهدات على الفيديوهات دي الاكتر مشاهدة يعني الناس بتدور على الكلمات المفتاحية على الاربع تلاف ساعة مشاهدة على الفيديو اللي لسه نازل النهاردة الخاص بتعليق حسابك على ادسنس عن الاحصائيات التلات شهور في المتوحد فكرة على الفواصل الزمانية اللي لسه نازل النهاردة على ضبط الاعدادات انا عن نفسي لو قنامه نفسه للمتوحد فكرة هعمل لاما فيديو عن الاربع تلاف ساعة مشاهدة او فيديو عن اعدادات القناة او فيديو عن المية في المية والكلمات المفتاحية اللي قدرنا نستغل لها باستخدام ادات في اي دي اي كيو تهمني فالادا دي مهمة جدا ونيجي على القناة تانية ومثلا حصريات المتوحد ودخلنا على حصريات ما لقناش هنا التريندينج دي عملنا ريفرش وبدأنا نشوف ونستنى هل التريندينج ظهرت ظهرت ضغطنا عليها هيبدأ يظهر لي في الفترة الاخيرة في مشاهدات على ايه هنا ده جايب 17 مشاهدة في اخر ساعة وده جايب 10 مشاهدات وده جايب 6 مشاهدات وجايب 3 مشاهدات وده جايب اتنين وده جايب اتنين فبالتالي لو انا قناة منافسة فحعمل العملات في اليوم ده او حعمل الربح للفيسبوك في اليوم ده لان الناس بتدور عليه بشكل مستمر ومطلوب فقال لي خليني ما اعملوش قال لي خليني ما شوفش الناس بتدور علي ما عايز اقول لحضرتك حاجة عايز اقول لحضرتك حاجة انا لما جا انشئ المحتوى لازم انشئ المحتوى المطلوب الناس بتدور علي ايه نيجي مثلا على احمد الباز وجينا عملنا التريندينج وبصينا حلاقي كان فيديو مثلا ممكن فيديو واحد ليه فيديو واحد هو خلال الفيديو ده في اخر ساعة جاب 26 مشاهدة بس عايز اقول لحضرتك ان خلال الساعة Dه الفيديو ده بس اللي شغال مفيش فيديو تاني لوجينا على جوزيف مو وبصينا على الفيديوات وعملنا التريندينك بصينا برضو حلاقي قليل فيديو اتنين تلاتة برضو بسبب ان المشاهدات قليلة لو جينا على ريه أكتو وعملنا تريندينك وبصينا حلاقي برضو ان المشاهدات قليلة ممكن يجيب لك اربعة اتنين مشاهدات قليلة فبالتالي هو بيتم بيتم احتساب الموضوع ده بالنسبة للمشاهدات طيب انا قناة طبخ او قناة جيمينج او قناة اي حاجة من القناة دي اعمل ايه حاجة مسلا على اي حبيب ماشي ونبدأ ندخل على اي حبيب ونبدأ نشوف في قناة اي حبيب اللي ممكن يظهر نعمل عشان يظهر ايه اللي ترينينج او ظهره وعملنا ترينينج وبدأنا نشوف ايه الفيديوهات الاكتر مشاهدة الناس بتدور عليها في اخر ساعة خد بالك في اخر ساعة بص معي ده جايب 3000 مشاهدة في اخر ساعة القهوة ده من كم يوم من 3 ايام ده من 6 ايام الصينية ده من 10 ايام الكيكة ده مسلا من من سنة يبقى من سنة يبقى كنافة في الفترة الاخيرة لازم اعملها لان الناس دخل على رمضان وفي مشاهدات كتير جدا في الساعة الاخيرة يبقى ايه اللي خليني ما اعملش كنافة النهار ده نيجي للي بعديها مش عارف ايه ده ونيجي هنا الجلاش المصري في مشا هنا بيبدأ اشوف في المحتوى بتاعي الناس بتدور علي ايه هنا بتدور ده بجانب بقى اخد بال حضرتك بجانب منشئ المحتوى انا ممكن اعمل ده كله بس اسلوبك غير اسلوب منشئ المحتوى بس حضرتك عارف الناس بتدور علي فبعد كده يرجع بقى مجهودك الشخصي شغلك انت اैه نيجي مسلا على محمدين ونيجي مسلا هنا نفتح مسلا سواني مسلا على اي قناة ناسلا في الاشتراكات عندنا ونبدأ ندخل نشوف محمود مسلا خليلbank ونيجي على الفيديوهات عند محمود من غير فيديوهاتنا نبدأ نشوف محمود خليل ونبدأ نشوف ايه الفيديوهات اللي عنده ربعات y5 تلاتة اربعة خمسة. خمس فيديوهات اهو جايبين مشاهدات. تعال على الاشتراكات تاني. وابدأ اشوف. ماشي. صفحة رأسية. الاشتراكات. يا بني اطلع بقى. شو تبعد عنا ليلة? حات يوتيوب جديد. اهو. وحات الاشتراكات. سواني الاشتراكات. وابدأ ادخل شوف مسلا مين باش مهندي صحمة حمدان. ادخل يا باش مهندي صحمة حمدان. وتعالا كده عالترينك. وابدأ اشوف الفيديوهات. يلا اهو. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. ستة فيديوهات. لو حضرتك عايز يبقى فيديوهات اكتر اعمل او ابدأ ادفع في النسخة علشان تجيب فيديوهات اكتر. لكن اللي جات هنا حضرك قدامك ست فيديوهات ممكن تجيبهم بشكل مستمر وتشوف اكتر من قناة واكتر من محتوى لمحتوى يعني اكتر من شخص لمحتوىك وتبدأ تجيب افكار كتير جدا وتعرف في محتوىك من القناوات المنافسة. القناوات المنافسة فيها مشاهدات ايه? يعني مسلا انا شايف ان دايما في قناة المحتوى التعليمي اربعة تلاف ساعة مشاهدة. عشان كده بشكل شهري او كل شهرين بتلاقينا اعمل لك فيديو لاربعة تلاف ساعة مشاهدة. الالف مشترك بتلاقينا اعمل لك الالف مشترك. وهكذا بشكل مستمر. تمام? هي ميزة مهمة جدا. عايز اقول لحضرتك. يعني فيو في الساعة. كان فيو في الساعة. تمام? اللي قدام حضرتك بقى. حضرتك تقدر استغلها لعشان تبدأ تجيب الفيديوهات الاكتر مشاهدة للناس وتبدأ تحطها عندك في محتوى تعملها بطريقتك وباسلوبك. مش تاخدها هي هي. شوف اسلوبك اتعلم. شوف قنوات تانية منافسة لك. شوف ده ازاي وده ازاي وده انا بقول لك الفواصل التلقائية. انا شفت ده ازاي وده ازاي وده ازاي وبدأت عملها باسلوبي انا. ودي ميزة القنوات المتابعة القنوات المنافسة لك. وهم دايما لازم تكون هم دايما بقدموا الحاجة وانت تقدم الافضل. علشان يكون عندك فرق. ليه الناس بتشترك فقهات المتوحد فكرة غير كل القنوات. ان دايما بيكون في الفرق. وانت لازم يكون في فرق في محتوىك. بالتوفيق لجميع لو عند حضرتك اي اسئلة او اي افكار للفيديوهاتك اكتب لنا في الكومنتات فاحنا دايما موجود لخدمة حضرتك. شكرا معكم اخوكم نوش في البلد المتوحد فكرة.